أقول له أستاذ أمال قبل بني اسمع علشان كان بسألني قالتلي هو ده أكبر ستوديو في ماس بيرو ده بقى أكبر ستوديو في مصر حاجة هذا حقيقة حاجة جميلة لا إحنا ما نعزش لستوديوهات عن حضراتك الستوديو ده بقى عارف حضراتك ده اللي تعاملت فيه الفوزير بتاعت نيلي وفوزير شريعان وتصورت فيه ليل حلمية وهوانم جاردنسي كل الحاجات الحلوة اللي إحنا شفناها بتاعت زمان دي كلها كانت في الستوديو ده اسمه ستوديو عشرة ماس بيرو يعني بكورنيش النيل ده اللي كنا بنبعت عليه حلول الفوزير زمان يقول لك يبعته على ستوديو عشرة عن ستوديو كورنيش النيل هو ده بقى فتخيلوا بقى دلوقتي أنتوا لكل البنات الرائعات أنتوا موجودين في أكبر ستوديو موجود في مصر وده اللي اتعاملت منه كل المسلسلات الحلوة والفوزير وكل الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها حتى من قبل ما نتولد كانت موجودة في هذا الستوديو الرائع